عمليات الرصد من قبل الثوار طوال اليوم تحسبا لمحاولة قوات النظام الاقتراب والانتشار في رقعة أكبر بالإضافة إلى عمليات القنص التي يقوم بها الثوار وحالة الاشتباكات المباشرة مع قوات النظام مرعبطين هنا نقتحم المباني في الراجدين المتمركز فيها قوات النظام وعناصر من حجب الله ومن إيراد وأنا نتوجه البحوث العلمية على مداخل حلب الجديد محاولات عديدة ومتكررة بشكل يومي من قبل طائرات النظام بالقصف على أماكن تواجد الثوار إلا أن المضادة الأرضية تحاول إسقاضها أو إبعادها على الأقل في وقت الراحة يقوم المقاتلون بتفحص سلاحهم وتجهيزه متوعدين قوات النظام بعمليات نوعية مباغتة لهم آملين تحرير هذه النقاط والسيطرة عليها بسم الله الرحمن الرحيم نحن أفراد كثيرة في الحق التابع للواء السود الحرب نقوم بتنظيف السلاح لكي نتصدى للجيش الأسد الغاشر ونتوعد له بضربات قوية بإذن الله تعالى أوقات يخصصها الثوار يومياً لواجباتهم الدينية حيث أنهم يقنون منذ بداية المعركة أن ناصرهم هو الله في أثناء الراحة من الرباط نبقى ملتزمين بتعاليم ديننا قراءة القرآن جلسات الزكر حلقات قراءة القرآن متأكدين نحن النصر من عند الله بسلاحنا وبقرآننا وبديننا نمونا عند حدا تاني ترجمة نانسي قنقر